من جحيم الحرب الدائرة غرب قعطبة بمحافظة الضالع نزحت مئات الأسر علها تجد مأمنا لها من خوف تسلل إلى قلوبها مع تسلل ميليشيا الموت الحوثية إلى أحيائها السكنية فهذه الأسرة النازحة استقر بها المقام وسط مدينة قعطبة لكن وضعها المادي لم يستقر بعد فثمت خدمات أساسية غائبة عنها ناهي كمخيمات الإيواء عدا منزل أخذه بالإيجار أنا الآن نازح من شخب تعرض بيتي للضرب والنهب وانقطعت عنها كل المصادر الرزق وأنا الآن ساكن بالمدينة بالإيجار ضاقت بهم منازلهم وتقطعت بهم سبل الحياة بعد أن حولت ميليشيا الحوثي قراهم إلى ساحة حرب ورعب بفعل القصف العشوائي وحملات الاختطافات الهستيرية أكثر من ألفي أسرة نزحت بمديرية قعطبة في الآونة الأخيرة بحسب إحصائية رسمية لا سيما من قرى سليم وشخب والقفلة والزبيريات ومثلها قرى كثيرة غادرها أهاليها تاركين مصادر أرزاقهم ليتفرقوا بمناطق مختلفة ويتقاسمون شضاف العيش ومرار النزوح وصلنا الساجرنا بيوت وكانت الإيجار مرتفع ولنا ثلاث أشهر في ظل الغياب تام من منظمات الإنسانية وأصبح وضعنا وضع مزري وسيء جدا وخاصة في الصعوبة على الحصول على المياه والغاز وكذلك المعيشة أصبحت جدا صعبة ومنازلنا دمرت أيضا في الشتات وجد النازحون أنفسهم مغيبون ومنسيون إلا من المعاناة والحرمان فمنظمات حقوقية غضت الطرف عن انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين ممن تتفاقم معاناتهم يوما بعد آخر وتبدو أمامهم الطرق موصدة